السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار النادي الأهلي صباح اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 وأخبار مسيرة صباح اليوم نبدأها بالعنوين الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالكومفدرالية وعزيز بنيج ينتقد مخرج وحكم مباراة زمالك ونهضة بركان وتنظيم كارسي هرج ومرج في مراسم تتويج زمالك بالكومفدرالية وخبير تحكيمي يحلل الحالات التحكمية الجدلية في نهاء الكومفدرالية فاروق جعفر الأهلي سيفوز على الترجي ويتوج بدور أبطال أفريقيا ومعلوم يخضع لعملية جراحية دايما ننسى نعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تهنئة نادي الزمالك بعد حصد الكومفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف وتوج نادي الزمالك بلقب الكمفدرالية على حساب نهضة بركان ليكون لقب الكمفدرالية الثاني لنادي الزمالك في تاريخه بعد تتويجه في عام 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بركلات الترجيح وحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان وقد أحرز هدف الزمالك أحمد حمدي في الدقيقة 20 من تزديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن هناك بعض المشاكل وبعض التحديات حيث قال عزيز بنيج محل القنوات بي انس بورد ومنتقدا الحكم ومنتقدا مخرج المباراة حيث قال في تصريحات له خلال الاستيديو التحليل لمباراة الزمالك ونهضة بركان على قنوات بي انس بورد إن الحكم عيسى سي حرمنا من التعادل كان لنهضة بركان ركلت جزاء صحيحة قال أيضا الفر يتدخل لإخراج البطاقات للاعب نهضة بركان لكن لا يتدخل في القرارات الهمة وركلت الجزاء التي كانت فيها شك كبير مخرج المباراة لم يكن حيادي على الإطلاق لا توجد إعادات للقطات نهضة بركان لم يكن مثل مخرج مباراة الزهاب الذي كان حياديا للغاية وأعاد كل اللقطات من كافة الجوانب هذا تكرر في مباراة الأهل والرجاء من قبل واليوم الأمر يعاد أمام أعيننا ولكن نهضة بركان اليوم خاسر وهو مرفوع الرأس ومهضر حقه وقال أيضا عبد العزيز بنيج أو عزيز بنيج محل القنوات بيئن سبورت المغربي حيث قال أن مخرج المباراة لم يكن حياديا على الإطلاق هناك ركلة جزاء لنهضة بركان لم يعيدها المخرج المباراة أبدا على الإطلاق كما أن هناك تنظيم كارسي هرق ومرق في مراسم تتويج الزمالك بالكمفدرالية فقد شهدت مراسم التتويج بلقب الكمفدرالية للزمالك سوء التنظيم والهرق والمرق فقد سيطرت حالة من الغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد التنظيم الكارسي الذي شهدته مراسم تتويج نادي الزمالك بالكمفدرالية كانت اللقطة الأولى دخول المنظمين في مشادة بالأيدي تسببت في الإطاحة بالفتاة التي كانت في حوزتها كأس البطولة من أجل تسليمه للفريق في مشهد يجسد حالة الهرق أما ثاني المشاهد هو خروج محمود شيكابال عن البرتوكول المتعارف عليه بتسلم القائد لكأس البطولة ولكنه قام بتقديمه لنجله ليرفع الكأس وهي واقعة تظهر لأول مرة في التاريخ وتجسد المشهد الثالث في حالة عدم التنظيم الذي شهدته الاحتفالات حول منص التتويج الزمالك بكأس الكمفدرالية وهو من تقده حمز المسلوسي مدافع نادي الزمالك حيث قال تنظيم مراسم التتويج كان كارسيا أنا لم أرى الكأس كنت أريد أن ألتقط صورة معه ولكن لم أره تنظيم كان سيئا لأقصى درجة أما الخبير التحكيمي ياسر محمود عن الحالات التحكيمية الجدلية بعد تتويج الزمالك بالكمفدرالية حيث قال كان من الممكن في الدقيقة 19 إشهار بطاقة صفراء للاعب بركان لتدخل بتهور في وسط الملعب ثم قال في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع من الشرط الأول انظار للاعب بركان للتهور ويوجد ألعاب أشد منها الحكم لم يشر لها أي بطاقة كما قال أن قرار الحكم صحيح في الدقيقة 55 بإشهار بطاقة صفراء للاعب بركان لاستخدامه المرفق في وجه اللاعب وأيضا أشار أن قرار الحكم صحيح في الدقيقة 78 بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الزمالك حسام عبد المجيد للتهور مع الخصمة كما أن انظار محمد عواد صحيح لتضيع الوقت وأيضا أنظر الحكم عيسى سيح في الدقيقة 86 المدير الفني لفريق نهض بركان ولكن كان يجب أن يقوم بطرده بسبب إشارته المشينة حيث طرد لاعب بركان أيضا بسبب العنف العنيف مع أحمد سيد زيزو نعود إلى تصريحات فاروق جعفر حيث قال الأهل سيفوز على الترجي ويتوج بدور أبطال أفريقيا حيث أكد فاروق جعفر أنه يسق بشدة في تتويج النادي الأهل بلقب دور أبطال أفريقيا على حساب الترجي حيث قال الأهل أكبر الترجي التونسي على فتح الملعب ولاعبيه لديهم خبرات كبيرة أشار إلى أن الأهل توج باللقب في الموسم الماضي أمام الودادة رغم تشكيك البعض في ذلك بعد استقبال هدف في لقاء الزهاب في القاهرة ولكن الأهل سيفوز إن شاء الله بلقب دور أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخ أعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب فريق الأهل لتفاصيل إصابة الظهير الأيصر التونسي علي معلول حيث قال أن علي معلول أجرأ أشعة على موضع إصابته وأثبتت إصابته بقطع جزء في وطر أكيلس وأشار طبيب الأهل أن علي معلول يحتاج إلى عملية جراحية والتي سوف يخضع لها اليوم الاثنين بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين وكان علي معلول قد تعرض للإصابة في بداية الشوط الأول من مباراة الأهل أمام الترجي في إطار منافسات ذهاب دور النهائي دور أبطال أفريقيا وقد تعادل الأهل سلبيا مع الترجي التونسي في مباراة الذهاب في تونس أما مباراة الإياب فتكون يوم السبت المقبل إن شاء الله 25 من شهر مايو الجاري عقب الإعلامي عمر أديب على فوز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان قائلا قلبي كان هايقف وأعصابي تعبت وأيضا قال خلال برنامجه الحكاية على قناة MBC مين الشباب اللعيبة دي هي مصر كلها في لعيبة زي زيزو آن الأوان إن الفريق يتنفس وقال أيضا من هنا ورايح أعمل حسابك الزمالك راجع الزمالك كان محتاج نفس وحب وعايز تغيزه هاتلوزيزو وخلي بالك الزمالك راجع هذه تصريحات عمر أديب بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية أما معين الشعباني فقد أصر على أن الزمالك على أن نهضة بركان له ركلة جزاء صحيحة حرمها أو حرم الأهلي حرمها الفريق أو حرم الحكم عيسى سي من احتسابها للتعادل في النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر